بسم الله نبدأ. وعلى طاعته ان شاء الله ما نجتمع. ابنائة الله والصلاة والسلامي. نلتقي في حصة جديدة ومع شويتنا الفيزياء. ان شاء الله نهارنا مع بعض. في حصة. تطبيقات على الحصة اللي فاتت. وزي ما تعودنا. اني دايما حصة الخميس. هي ان شاء الله يكون تطبيقات على حصة الاتنين. احنا في الحصة اللي فاتت. اتكلمنا عن بداية سقوط الحر. اللي هي المغزوفات الراسية. طيب. النهاردة مع بعض. نقرأ في الاول بس. بتتذكر الاول كده في البداية. ايه انواع المغزوفات? قلنا اني في عندي مغزوفات راسية الاسفل. اللي هي تخزف من اعلى الاسفل. سواء كان في سرعة ابتدائية. انا بمكسبها قوة. بحيث ان انا مكسبها سرعة ابتدائيا. عشان اتحرك من اعلى الاسفل. او ان انا بسيب المغزوف بتاعي. يسقط سقوط حر. حيث سقوط الحر. اللي هي. اجيناها لكده. مميزات معينة. اللي هي البياري بتاعتها بتساوي الصفر. طيب. مغزوفات راسية لأعلى. اللي هي انا باكسبها القوة من تحت. فبديها قوة الدفع. اللي هي بتكتسب سرعة ابتدائية. وبالتالي. تصل الى اعلى. حتى تصل الى اخصر بتاع. وبعد كده. اثناء نزولها. بتصل طرعتها الى الصفر. مغزوفات افقيا من اعلى. بمعنى ان انا بأغزق. بأدي المغزوف. سرعة ابتدائية. افقيا. فبيتحرك افقيا ولكنه تحت تأسيل جاذبية الارضية لانه من اعلى الاسفل. فبيتحرك بمركبة ما بين القوة الافقية والرأسية. الافقية اللي هي قوة اللي انا كسبتها لوا اسناء. اه للدفع. قوة الدفع بتاعتي. اما الراسية اللي هي. القوة الخاصة بالجاذبية الارضية. ومغزوفات بزاوية من اسفل اللي هي المغزوفات الافقية بالزاوية. اللي باكسبها في اي. فبتتأثر رأسيا بالعاجة الجاذبية الارضية وافقيا. بالمركبة الافقية للسرعة الابتدائية. هنا يا شباب. ده شكل المغزوفات اللي هي عدد كبير من الانواع ولكن الموضوع بتاعها سهل كله لان كل اللي بيحكمها انها بتتحرك. اما بسرعة منتظمة اذا كانت افقيا بحيث انها بتكون تقريبا منعلمة الاحتكاك بالهواء. لانها معظم المغزوفات بتبقى اجزام ثقيلة. او بسرعة غير منتظمة. رأسيا ولكنها تتأثر بعاجة منتظمة اللي هي عاجة الجاذبية الارضية. طيب. تعال كده مع بعض احنا مجالنا الحصادي ان احنا هناخد تطبيقات على السقوط الحر على المغزوفات الرأسية. اولا نتذكر كده مع بعض احنا قلنا ان كل ده. فلما عاجة منتظمة يبقى بيحكمها معدلات الحركة. كل اللي هنعمله ان احنا هنغير الايه. هنحولها الى. الى جي. يعني بديلة للايه. هتبقى جي. هتبقى في اف بتساول في اي زي اي تي. تبقى نحولها الى في اف بتساول في اي زي جي تي. معادلة الحركة التانية بنفس الوضع. في اف اللي دي بتساول في اي تي زي نصف اي تي تربيع. هتبقى دي بتساول في اي تي زي نصف جي تي تربيع. وطبعا الاشارة تبعا لاتجاه الحركة. اشارة الجي او اشارة الفي براحتك. يعني هو انت في اتجاه موجاوhas تجاه سالب. تربيع بتسال في أي تربيع زيات نين اي دي. تبقى تربيع بتسال في اي تربيع زيات نين جي دي. وى قولنا في المغذافات يا شباب المغذافات الرئاسية تحديدا الاتجاه الرأسي تحديدا انا هتت Lisa لو طالع وراجع القوة بتتساوى اليه القوة مؤسرة تكون قوة وحيدة وال seeing الي علية الجاذبية الارضية. وبالتالي صرة الجسم عند اي مستحف تكون سابتة وصرة وعند اي لحظة مناظرة لها بتكون سبتة. طيب. هنا المغزوفات الرئاسية. هي ايه بقى؟ نحن نذكرها كده مع بعض. اللي هي الاجسام المغزوفة عموديا الى اعلى. في مجال الجاذبية الارضية. بحيث ان زاوية المغزوف يكون تسعين درجة. بحيث ان لما اجي حللها وفقيا ورئاسيا. فبالتالي السرعة او قوة الدفع كلها تكون في الاتجاه الرئاسي. لان طبعا هيكون الزاوية مع الافق تسعين وكوزاين تسعين بتساوي صفر اما ساين تسعين اللي هي هتساوي واحدة. ده ان شاء الله كمان هتأكد لنا عليها المغزوفات بزاوية. طيب. طبعا ما عيش يا شباب انا هنا بتحرك بسرعة. لسبب بسيط جدا هو ان انا بحاول مع حضرتك ان احنا يعني نجمع كل ما هي خصائص للمغزوفات ونجمع مع بعض كل ما هي اشكال مختلفة للمغزوفات. خصائص للمغزوفات الراسية عندما يغذب جسمه مغزين الى اعلى ثم يعود الى الارض. ايه اللي هيحصل? طبعا دي بقى الحالة. اللي قد يكون الحديث عنها اكتر شوية مهض. اولا مساء المسافة اثناء الصعود بتسعين مسافة اثناء الهبوط لانه هو بيوصل لا اقصر تفعلي تحت تأسير من قاومة الجاذبية الارضية. وبعدين يرجع تاني الى نفس النقطة تحت تأسير شدة جاذب الجاذبية الارضية. وبالتالي هنا مسافة الصعود هتساوي مسافة الهبوط. طيب الازاحة في الصعود بتساوي سالب الازاحة في الهبوط. وبالتالي اذا قذف الجسم الى اعلى ثم عادة الى موضوع مرة اخرى هيكون في الحالة دي الازاحة بتاعته بتساوي صفر لان الاثنين متساويتين في المغدار ومتوضطين في الاتجاه وبالتالي مختلفتين في الاشارة لما محصلتهم صفر. طيب ده دين افكار الرئيسية كده سريعا قبل ما نبدأ نطبق من جميع المسائل. زمن الصعود بيساوي زمن الهبوط. هلو ياوي. وبالتالي انا اقدر اجيب الزمن الكل ان انا اضرب زمن الصعود في اتنين او زمن الهبوط في اتنين. وعلى فكرة حسب المواطيات اللي عندك في المسألة اشتغل الموضوع ما هوش صعب. السرعة النهائية للصعود بتساوي السرعة الابتدائية للهبوط. موغينا الشباب احنا لقلنا التأثير التأثير هو تأثير الجاذبية الارضية. وبالتالي اه انا دلوقتي بتحول من سرعة ابتدائية الى سرعة نهائية صفر عند اقصر ارتفاع. ثم يعني عاكس الافتجاه. وبالتالي اه تبقى عادية الجاذبية الارضية هنا هتعمل على زيادة السرعة بدل ما كان بيطنق السرعة. وبالتالي هاي يبقى السرعة لما يوصل لنفس النقطة هياخد نفس السرعة يعني النقطة اللي انطلق بينها. كان منطلق بينها الى اعلى سرعة ابتدائية هيوصل لنفس النقطة بسرعة نهائية بتساويها في المقدر ولكن بتضاد السرعة الابتدائية في الاتجاه. ده بالنسبة للابتدائية طب وبالنسبة للنهائية العكس بقى النهائية في الحالتين بتساوي النهائية في حالة الصعوب بتساوي صفر وهي ابتدائية الهبرد. هنا يا شباب اللي اعتقد الموضوع معلش يا انا زي ما قلتلك. انا هنا بحاول اجل معك شوية باجزاء مبسطة لمجرد ان احنا ناكد على الفكرة. اثناء الصعود العجلة بتكون سالب يعني بتكون سالب جي. واثناء الهبوط باعتبالها مجابة. طيب مستر انت بقى هنا حضرتك في الحصة اللي فاتت قلت لنا ايه ممكن اعتبر العجلة مجابة على طول او سالب على طول. طبعا هو الطبيعي يا شباب ان عجلة الجزمية الارضية هي اتجاهة واحدة الى مركز الارض. فالطبيعي ان انا اديها اشارة سابقة. وبالتالي ممكن اعتبر لو اعتبرت عجلة الجزمية الارضية مجابة. فاثناء الصعود السرعة هي اللي سالب. فالعجلة في عكس اتجاه السرعة وبالتالي هتعمل على نفس السرعة. واثناء الهبوط السرعة هي اللي موجب. فالعجلة في نفس اتجاه السرعة فتعمل على زيادة السرعة. هنا اه يعني حضرتك طبيعي ان احنا نغير لان اللي تغير اتجاهه اتجاه السرعة. تاني ولد تاني. اثناء الصعود لو اعتبرت ان عجلة اتجاه بطن الارض هو موجب. اللي هو. يعني الحركة على عكس اتجاه الارض هو الحركة في الاتجاه السرعة وبالتالي اثناء الصعود بسرعة اللي احنا نشتغل عليها هي سرعة السرعة. في المقابل мной عجلة موجبا لانها في اتجاه بطن الارض. اما اثناء الهبوط السرعة ضرورة الاتجاهة فاصبحت موجبا. وبالتالي العجلة برضو موجبا. فاسناء الصعود العجلة هتعمل على نقسate سرعة. اما في اسناء الهبوط هتعمل على زيادة سرعة. طب مستر اصلاحنا خدنا حلو. انت اخدت بشكل دارج. وانت طالع العجلة موجب والسالب والمتالي عزيز العجلة موجب. يا سيد هقول لك على حاجة. هي وانت طالع العجلة سالب بالنسبة لاتجاه الحركة يعني اقصر المقصود بيها. اذا كان اتجاه الحركة هو الموجب فالعجلة سالب اذا كان اتجاه الحركة هو السالب العجلة موجب. مش هتفرق كتير الجالة. الموضوع ابسط من كده. بعد اذنك. اشتغل على القصة بالشكل الابسط. يعني. خد اللي انت فاهمه. احنا ما عنديهاش اي مشكلة. ولكن انا كل اللي طالبه منك ان انت بس تعرف تطبق عليه. طيب تعال هنا. سرعة الجسم عند اي موضع في نفس اللحظة بيكون متساوي. يعني. يعني انا دلوقتي لو عندي جسم مقذفة اي لا اعلى زي الجسم هنا. ثم عاد السرعتين احنا جسا بنقول في نشر الصعود. السرعة للصعود بتساوي السرعة النهائية للهبوط عند نفس المستوى. يعني. معنى كده اعتبره ان هو قذف من نفس النقطة. فيعود لنفس النقطة. هيعود لنفس النقطة بنفس السرعة. في المقدار. ولكنها مختلفة في الاتجاه. وبالتالي الاختلاف كله. اختلاف اشارة. طيب نكمل كده مع بعض. عايزين بقى ناخد شوية اسئلة صغيرة. ومعظم اسئلتنا النهاردة. اسئلة. مبسطة جدا. تطبيقية بسيطة كده. وان شاء الله كمان معنا بعد كده الاسبوع اللي جاي يا شباب. معنا المغزفات. الوفقية. المغزفات بزاوية. لا. دي بقى ان شاء الله. مش هنجدها حسطين. هنجدها اربع حس. انا عارف انه بتبقى فيها شوية مشاكل بالنسبة لنا. طيب. ايه ربس السؤال ده كده سقط حجر من السكون سقوطا حرا عن سطح مبنى مرتفع. بعد واحد ثانية. مستر احنا خدنا ان عجلة سقوط الحر هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما يسقط سقوطا حرا في مجال الجاذبية الارضية. يعني طالما انا الحجر ده ما عندهش مطور. يبقى كل مؤثر عليه هي قوة الجاذبية الارضية. اللي هي بتكسبه عجلة اللي هي تساوي عجلة الجاذبية الارضية. يعني قول الموصلة عليه قوة الوزن اللي بتكسبه عجلة اللي هي عجلة الجاذبية الارضية اللي هي تسعة تمانية من عشرة. اذا. ببسطنا خالص. بعد ثانية. زادت سرعته بتسعة تمانية من عشرة. طيب وله هو طالعا فوق هتقلل سرعته بنقدار تسعة تمانية من عشرة. يبقى هنا. بعد ثانية واحدة. وهنا بقى دي المسائل اللي هي ايه يجي حد فينا والمسألة انا ما هتعود على اني بقالها موطلات كذا يا جماعة في مسائل بتبقى بديهية زي كده بتعتمد على ان حضرتك فاهم الفكرة ولا لا طيب تعالى بس نشوف الشكل اللي قدامنا دا كده هو عايز منه ايه الشكل يبين كرة قزفة لاعلى وصلت الى اقصى تفاع وسكونها لحظيا ثم عودتها الى مستوى الذي قزفت منه عايزني هنا احسب عاجة الجذبية الارضية عن المكان دا مستر قزفت الى اعلى هو دا الفكرة اللي انا كنت لسه اقولها لك من شوية هي عاجة الجذبية الارضية اختلفت لا طيب مين اللي اختلفت تجاوه بالسرعة اذا اخبرنا عشان ببساطة كده الشكل شكل سليم لان انا لقيت حد من الزملاء دا بقولي لا احنا هنعدل الشكل ونخليه الى اعلى يعني العجلة دايما وهي طالع يبقى في الاتجاه السالب اما هو دازل يبقى في الاتجاه الموجب التسال صغير دا اعتباريا من نحن ولكن هل العجلة بغير اتجاهها ولا السرعة اللي بغير اتجاهها لا السرعة بغير اتجاهها مصر طيب طلبة السرعة هي اللي بتغير اتجاهها اذا السرعة هي اللي هتغير الاشارة عشان كده في العلاقة دي نركز كده السرعة هنا انا اعتبرت الاتجاه البعيد عن الارض والاتجاه الموجب انا عايز اهرب من الارض اه عايز نمركيبك تاني لا ارضنا وبلدنا حبيبتنا يلا شباب نرجع هنا كده نبص الدي هنا انا ابتديت بسرعة في اي عشرين تحت تأثير عجلة الجاذبية الارضية اللي هي بالنسبة لي وانا خارج لبرة بتشدني يبقى في عكس اتجاه حركتي هوصل اثناء الصعود بتسوي كم هتسوي صفر يا مصر وبعدين هينعكس اتجاه الحركة هبدأ انزل يبقى اذا بدل ما كانت الحركة في الاتجاه الموجب اصبحت مرجعني للارض تاني هتبقى سرعة في الاتجاه السالب بالنسبة للبعدة على الارض ولكن حاجة الجاذبية الارضية اتجاهها سابت اللي هو هتفضل في نفس الاتجاه اقول لك على حاجة في مساء الصقود حول الكلام ده بيفرش كتير انا بس المعلومة عايز ثبتها بالنسبة لك ان السرعة هي اللي تغير اتجاهها وبالتالي هي اللي تغير شبتها اما العجلة لا تتغير في الاتجاه وبالتالي لا تتغير فيه الاشارة طبت يلا يا محترم نحل لها كخطوط قدامين مسألة يا شباب يلا كده انا عايز احسب عاجلة الجاذبية الارضية اقول عاجلة فانا هيخد اتجاه واحد اللي هو اتجاه الصعود مثلا البي اي عشرين متر على الثانية والبي اي اف بتسوي كام صفر والتي تم الكلام ده من خلال العلاقة البيانية اللي قدامنا تم خلال ثانيتين طب ما بسيطة جدا ممكن اقول ان يجي بتسوي البي اف ناصر في اي على الت او اخدها من خلال معدلة الحركة الاولى بتسوي البي اي ناقص لها مستر لاني نجي سالبة هي عكس اتجاه الحركة طب لو في نفس اتجاه الحركة بص هتحط البي كلها سالب في اي بتسوي سالب في اف بتسوي سالب في اي سالب جي تي اوكي عايز تحطم كلهم وجب مش المنصود انهم بيقوا في افتجاه نفس اي الاشارة ولكن لا اعتماليا للارقام ولكن فعليا لازم تكون حضرتك في عاجة ان عاجة الجزبين الارضية هي اللي دايما اشارتها سابتة اما السرعة هي اللي اي اتجاه بتغير وقتلقي اشارتها هتغير مش هنحتاج الكلام ده في مساء كتير ولكن خوفا من اني الاقي مسألة معتمدة على اتجاه الحركة والتجاه السرعة وجبها بلغة المنتجهات وحضرتك تطلق بطل لانك الحفظ بدون فهم وحش عوض بقى كده انا عوض وبالتالي هتطلع الجي بتساوي 10 ميكرا على الثانيات التربية نبص كده الاختيارات فيما 10 او طيب يلا مسألة كمان على فكرة شباب الشكل ده انا الحفظ الحصة اللي فاتت خطت طبيقاته بسرعة نفس العلاقة البيانين ولكن في بعد الحصة احد ابنانا قال لي هو كان في نهاية الحصة وكان على استعجال فنجل له حاضر هنعيده مع الطبيعة الجديدة طيب يلا كده الشكل اللي اقصى ارتفاع هنا لحظية ثم عودتها الى المستع الذي قذفت منه هو نفس السؤال بس هنا عايز ايه عايز ازاح ومديني اختيرات بص هو عايز ايه ازاح كبيرا انا مش هعمل خطوات نعم مستر ليه كده ما احنا عايزين نقول ان ندي بتساب البي اي تي زي النص جي تي تي تربيع احنا عندنا البي اي وال تي وال جي يبقى هذا هو انا معيش انا سألتك في الازاح اللي في المسائفة حضرتك سألتني في الازاح ايه رأيك ان انا ممكن اجيب لك المسألة دي ومحط اي القام على العلاقة البيانية غير الرقم عشرين وسالب عشرين ومحط حتى زمان محط عجلة اول الجسم عادة الى موضع سكل مرة اخرى جسم قذبة الى اعلى ثم عادة الى نفس النقطة حضرتك هنا تقدر تجيب الازاح ايه ده حضرتك بتقول عادة الى نفس النقطة يعني تقصد ان الازاح هنا بتساوي اي ده ده لما يكون نقطة البداية هي نقطة النهاية اذا الازاح بتساوي صفر رفع لي ازاح كم صفر هنا بقى مشكلة ان انا ممكن قاعد حل في المسألة بخطوات كتيرة جدا وانا عارف ان فيها قاعدة بديهية دايما يا شباب ما ينطلق عليه القانون لا تحاول تعديله يعني ايه يعني هنا لما يجي يقول احسب ازاح وانا عارف ان نقطة البداية هي نقطة النهاية انا القاعدة عندي بتقول اذا كان نقطة البداية الوقت ده طيب بصرح نشوف ايه ده نفس الرسمة لسه مستر ها ما فيها مطلوب تالت بقى المسافة ما انا هنا عايز اكد لك الفكرة احنا هنا لسه بنقول الازاحة اذا قذفة جسم ثم عاد الى نفس نقطة الازاحة بتسوي صفر طب المسافة لا المسافة مجموعة المسافات اللي في انا فيه مسافة صعود وفيه مسافة ايه هبوط طيب المسافتين احنا قلنا متساويين في ازاحة صعود وازاحة هبوط ولو قلنا ازاحات يبقى الازاحات متساوية في المقدار متغضة في الاتجاه طب لو قلنا مسافات المسافات متساوية في المقدار وليس لها اتجاه اذا هاتلي بس مسافة واحدة منهم طب نجيبها ازاي والله يا حضرتك بقى عايز تجيبها معدد الحركة التانية المص الرياضي اللي هو دي بتساوي نص اي تي تربيع براحتك عايز تجيبها بالمنطوق البياني لمعدد الحركة التانية ما احنا قدامنا هنا علاقة بين والعلاقة بين تبقى الازاحة او المسافة هي المساحة تحت هي المنحنة اخد بالك هقول حاجة كده صغيرة اولادة عارج اسمع بصالب هنا لو خدتها بالمنطوق البياني لمعدد الحركة التانية الازاحة فوق هتبقى بالمجب والازاحة تحت هتبقى بالسالب لو جمعتهم عشان نجيب المساحة تحت المنحنة مع المحوى الافقي الازاحة فوق هتبقى بالمجب تحت تحت السالب فبالتالي هينتهولي الصفر ده في الازاحة اما في المسافة لا ده المسافة مقدار وليس لها اتجاه اذا انا هجيب المسافة باحد الاتجاهين وايه اضربها في اتنين بس ما يخدعنيش افرض قال لي سقط يبقى المسافة والازاحة ايه متساوي لانه بتحرك خط مستقيم ايه استنى تاني 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 الحتة اللي حضراتك قلتها دي تاني لو سقط سقوطا حرا من اعلى الاسم ما قلتش خزفا ثم عيد سقط سقوطا حرا اذا هو بيتحرك في اتجاه واحد في الحالة دي حضرتك الازاحة هتساوي المسافة اللي هي حالة من حالات تساوي الازاحة والمسافة اللي هي اذا كان الجسم يتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه واحد يبقى يمشي كده ايوان اي 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 عشرين انا حضراتك قلتها استنى الصعود طب هو استنى الهبوط يا غيروش جايب استنى الهبوط لان انا عارف اني ازاحة الصعود بتساوي ازاحة الهبوط في المقدار ومتوضة في الاتجاه اذا مسافة الصعود بتساوي مسافة الهبوط في المقدار مهي ما لهاش اتجاه اذا انا هجيب اي 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 من اي معادلة من معادلة الحركة التانية بقى رياضيا او بيانيا هعوض وهجيب المسافة اثناء الصعود اللي هي عندنا لو عوضت في العلاقة قدية لها ميتين مت طيب يبقى المسافة الكلية لو ازاحة صفر لو مسافة اضرب الرقم ده في كم في اتنين يبقى الازاحة الكلية ميتين في اتنين اللي هيها تديني في النهاية خلص ربعمائة متر كم ما الشكل اللي جابها باللون الاخضر دي جميلة قوي ايجابة الصحيحة التدريب على ايه تعاود عليها ستوب جميل يلا نشوف السؤال بقى ونبعد عن نفس الاسمة ايه الاسمة جديدة بقى الشكل المقابل يبقى نموذج النقطي لجسم الجسم ده على فكرة انا عايزك انا هارجع كده لحظة وعايزك تشوف الجسم هو بتحرك ها نجيب الجسم تاني من بدايته اسناء حركة الجسم لاحظ بدأت ايه ده بقىنا بس لان هو بتحرك من تحت الفوق هو انا مش عايزك تتخدع بس يعني خاصة لو انت حنى ربنا وكان انت حنى الكتروني ما تتخدعش في الشكل لكن نركز في ايه ايه الاختيارات كويس قد يكون يعكس الاختيارات نعم يعكس الاختيارات يعني ممكن ده ممكن يمثل جسم خذفة الى اعلى بسرعة التدقية حتى يصل الى بسرعة نهاية تسويصف تحت تأثير عجلة منتظمة تسمى عجلة الجسم هي الارضية وهنا العجلة في عكس تجاه السرعة والتاني بتاعمل عن نقص السرعة ممكن اخد ممكن اخد الشكل على انه جسم يتحرك الى اسفل بس يا مثل الميديا او الشكل قدامنا نعميشن بتاعه ميبين بتحرك الاعلى يا سيدي انا نسنتم اعتبر بقى انا ظرك الشكل بدون الحركة وهو مرسوم بس هو جسم يتحرك الى اسفر ممكن تحت تأثير عجلة في نفس اتجاه السرعة مجمع او سليمة بقى حسب ما يقول اتجاه السرعة يبقى هينا في نفس اتجاه السرعة تعمل على زيادة السرعة طب هل ارتفاعاتنا بيكون ارتفاعات محدودة لا تؤثر في عجلة الجذبية الارضية وبالتالي قذفة الجسم الاعلى هو يتحرك بعجلة ايه? منتظمة. انا شايف قذفة لاعلى بعجلة منتظمة. يتحرك الاسفل بسرعة منتظمة. لا طبعا هي مش سرعة منتظمة. يقطع مسافات مستقلة في ازمانة سرعة طبعا هي مش سرعة منتظمة. يتحرك الاعلى بسرعة منتظمة. اه تكرار اه هو الاسفل والاعلى. ولكن هنا هو قذفة لاعلى بعجلة منتظمة اللي هي العجلية الجذبية الأرضية اللي هي تسعة وتمانية ونعشرة مترا لسنة تربية تكون موجبة عند اه اه او تكون بنفس اشارة السرعة عند هبوط الجسم من اعلى الى اسفل وتكون بعكس اشارة السرعة عند قصر الجسم من اسفل الى اهلى. طيب ناخد بقى شويت. مسال تانية يا رأي. ايه لا دا يا مصر. لما هو مش هناخد بقى مش كل مسالة اه طبطبا كده يا شباب. في الشكل القاتي يوضح التمثيل البياني سرعتاي الشخصين الف وين. نشوف بس فين الشكل البياني الاول. اهو. انا هنا جبتها لك بايجابيتها سريعا. لا مش للسرعة. لمجرد ان انا عايز اشوف معاك حاجة. انا مش هناخد لك مش هناخد نحلها خطوة بخطوة كده. لا دا انا جبها لك بالخطوات بالحل بالنتج النهائي. مش هنا. احنا هنا انا عايزك سبب ظهور الايجابة او سبب ان انا ما خافتش عنك الايجابة وابتدنا نظهرها ظهرناها الاول وبعدين هنتين نتكلم بمسألة ان هنا المسألة ولاد فيها بيتنص على فكرة تانية بالنسبة لنا اللي هي فكرة الميول اللي حضرتك عندك فيها مشكلة كبيرة قوي. ايو عد ما حمعني ان احنا مش بنخاف. او بنعمل حساب للمسألة اللي فيها علاقة بانية. بس احنا ما احتكاكنا باولادنا. حاولنا نكسر دي باني اقنعه ان يا جماعة الميل مش بيخوف. يعني يا مصر. يعني حضرتك الميل ببساطة ببساطة خالص. هو ظل الزاوية مع الافقية. والميل يعبر عن النتج بتاع الفرق الصادات على فرق السينات اللي هي الدلتا واي على الدلتا اكس. يعني انا قدامي الفيو والتي يبقى ميل للعلاقة دي بيمثل ايه? يمثل ايه? اللي هي العجلة. طيب بس ده ايه علاقة بعجلة الجسمة الارضية? هو دي عجلة خطية. ما هو تمام هنا. ولكن افرد انا بقى قلتلك ايه? يمثل العجلة الجاذبية والعجلة المنتظمة التي يتحرك بها جسم على سطح الكوكبين مختلفين. اذا هنا يا شباب عجلة الجاذبية على سطح الكوكبين هيحصل لها ايه? هتختلف من كوكب الى اخر. او يمثل العجلة الجاذبية التي يتحرك بها جسم باتجاه سطح الارض عندما مكانين مختلفين على سطح الارض. ولكن طبعا سعية هالنسبة مش هتكون بالمنظر ده هتكون اهل كتير. بص كده معينا. طبعا احنا اتفعنا ان الميلة الاكبر دايما بتاعته اكبر. طب ده يفيدنا في ايه? مسألة زي كده. بص كده. الناتجة عندي هنا اطلع الجاذبية تلاتة على واحد يعني اطلع اكبر من واحد. تعال انا كده نبص الف زاوية ميلو ستين. بيه زاوية ميلو خمسة واربعين. اذا انا هنا عرفت ان الف بيتحرك بعجلة اكبر من به. اه يا مستر? تمام? كلام حضرتك دلوقتي احنا معاك. ان هو الف ميلو اكبر وبالتالي زاوية اه وبالتالي العجلة هتحرك بها تكون اكبر. تمام? بص راح بيه. كده وانا بحل المسألة. لو طلع المقدار بتاعي الاقل من الواحد اذا انا عندي مشكلة في الحل ولازم ارجع. شفت بقى بنحط علامات في الفيزياء كده صغيرة. تنبهنا هل شكل الحل بتاعي انا صح ولا غلط? تاني. الميل الاكبر يعبر عن ان الكمية اللي موجودة هي كمية ايه? اكبر. وبالتالي. بيوتي. ترسلين اللي باعلى علاقة كده. تمام مستر? انا كده ميل ايه? هيجيب لي ايه واحد واتنين اللي هي ايه الف وايه باي. اللي هي ايه الف او ايه واحد اللي هي تان ستة واحدة. ظل الزاوية. ويباي اللي هي تان ستة اتنين. طبعا شكل الحل بسيط ولكن احنا ببساطة خالص. كان يهمني الفكرة الخاصة بالميل. طيب. تعال نشوف بقى سؤال تاني. يكون اسهل? ماشي يا مستر. سؤال ابسط واسهل كتير. ترى يا حضرتك بقى في العلاقات البيانية اللي زارت قدامنا. احنا هنا يا شباب عايزين نأكد على التمثيلات البيانية والارقام الخاصة به العجلة. اولي عشان خاصة به العجلة الخطية وعجل سقوط الحر. جسمي هي تحرك تحت اثير قوة الابتدائف. مش شرط كمان على فكرة سقوط الحر بس. احنا هنا بناتكلم عن العجلة بصفة عامة. انا بحاول ان انا اكد لك. الافكار الخاصة. في العجلة. بحاول اكد لك. الافكار الخاصة بالموضوع بتاعنا على فكرة. محتاج شوية تركيز صغير. هتجيب نواة جميلة جدا. طيب بص كده بقى حضرتك. الجسم هنا قزفة الى اعلى. با او اه قزفة او تحركة تحت اثير. بلاش قزفة الى اعلى. تحركة تحت اثير قوة الاتنائية. اللي هي اف او تحركة تحت با اثر قوة اه سرعة التنائية. التي تؤثر قطريا لاعلى. مش. يعني بتحرك تحت اثير العجلة الجسمية الارضية. ماشي. تمام. اي التمثيلات البيانية يوضح التغير. استنى. بعد اذنك. صح صح قوي. التغير في ايه? التغير في ايه اولاد? المسافة. معلش. لان انا هركز معك على كم مقطة في السؤال ده. على فكرة يا شباب. الاسئلة بتاعتنا مش مجرد سؤال للتدريب. ولكن هو سؤال للشرح والتعليم. وده الاهم. بص يا راجل يا محترم. بص يا جماعة يا. علماء المستقبل ان شاء الله. فخر بلدنا بازن الله حضرتكو. انا دلوقتي وانا طالع لفوق. سرعتي بتزيد ولا بتقل? السرعة بتقل يا مستر. حلوة ايه. العلاقات هنا كلها علاقات بين الازاع بين المسافة وايه? الزمن? تمام. العلاقات بين المسافة والزمن او الازاحة والزمن. لما السرعة بتقل من المنحنة الازاحة والزمن يحصل له ايه? السرعة بتقل? اذا بيقطع ازاحات اقل. يبقى من منحنة الازاحة والزمن في الحالة دي يا مستر? هتقل. ايه ده? ارجع للحصة الاتنين يا جماعة. ارجع للحصة الاتنين لو سمحتوا بعد ما تخلصوا. هتلاقيني يرسم لك علاقة بيانية توضح. الجسم المغذوف الى اعلى في العلاقة بين الازاحة والزمن. المنحنة بتاع الازاحة او المسافة الفورق بينهم. بس هنا نأكدها بقى شوية. بصين يا حبيبي. هو طلع لفوق فسرعته. هو طلع لفوق? لا بس معلش. هو طلع لفوق سرعته بيحصل لها ايه? السرعة بتقل يا مستر. وبالتالي المنحنة هيحصل له ايه? هيقل. يبقى ما ينفعش ده. طب جيم? آآ ممكن. بس حضرتك كده بيتحرك ده في اتجاهين متهضين يا مستر. وده اللي بيتحرك في اتجاهين متهضين. دول تعبيرات ازاحة. طب هنا به. نركز كده. المنحنة ده المنحنة بيزيد. يعني السرعة بتزيد. وهو قذف. هو قذفة الى اعلى. عارف لو قال لي. سقط من اعلى الى اسفل. فارتطم بسطح الارض. ثم. عاد الى اعلى مرة اخرى. كانت رقم به. تبقى صح. اللي حضرتك بتقول ده. حضرتك هنا. السؤال انا بوضحه لك قوي. سقط من اعلى الى اسفل. ثم ارتطم بالارض. ثم عاد. وهو نازل. سرعته بتزيد. وبالتالي من الخط ده هيزيد. طب وهو طالع سرعته قاتل. وبالتالي من الخطة يحصل له ايه? هي ال. لكن. لو قذفة من اسفل الى اعلى ما. طبيعي با. يبقى عكس الكلام اللي لسه ايله. يعني وهو طالع. السرعات ال. لغاية لما تبقى صف. يعني معنا كده ان الميل هي ال لغاية لما يبقى ميل صفري. ثم. بس نزول السرعة ايه? تزداد. خد بالك دي ايه? ده مستر دي مسافة. اما لو طالب ازاحة. كنا عكسنا الكلام ده. كنا عكسنا ازاي? انا كنت اختار سعيتها رقم دال. لان الازاحة صحيحة. السرعة بتقل. لغاية لما تبقى صفرية. وينعكس الاتجاه. اذا. خدنا بالنا الشباب. يبقى انا كده لو مسافة لان انا في اتجاه واحد. طيب. تعال نشوف. قوزفة كلها الاسفل من نافذة. آآ بسرعة آآ اتنين متر على الثانية. ما سرعتها عند وصول آآ الى رصيب مشاه. الذي يبعد اتنين ونص متر آآ اسفل النافذة. هو هنا آآ. قوزفة الى اسفل. حضرتك واخد على ان كلمة قوزفة ان السرعة الابتدائية بتاعته بتسوي كم? صف. لا. مش شرط. انا لو قال لي سقط سقوطا حرا معلش انا بحاول يظهر لك الفواري يا ولاد. بحاول يركز على الفواري. انا قاسم ان احنا احيانا الجزء معين اللي انا عارف ان حضرتك. سهل ان انت يعني لو عدته هتتسمعه بسرعة. بس يبهه لك. يعني بنسرعه في شوية. الرتم شوية. لكن الجزء اللي هو بحتاج لازم نعيد المعلومة مرة واثنين وتلاتة. حضرتك هنا صح صح كده. قوزفة الى اسفل. لفظ قوزفة. مش شرط يبقى الى اعلى. ما ممكن يقذف ان اعلى الى اسفل. بس في الحالة دي ما يبقاش اسمه. سقوط حر. لا اسمه مقذوف. حر في مجال الجزبية الارضية برضو. لانه هو بيتأثر. بعد ما يطلق من من الايد. بعد ما يطلق من القاذف. بيتأثر بعجلك الجزبية الارضية. ولكن السرعة الابتدائية بتاعته ما كانتش صفر. ده انا اكسب سرعة في الاول اللي هي مقدارها كم? اتنين متر على السانية. مدين الدي. مدين الارتفاع. يبقى حضرتك عايز اوصل لسرعة وصوله اللي هي البي فاينل. هنا البي اي. اتنين متر على السانية. ودي. ادي. ايوة اتنين ونصف متر. ودي الجي. ليه عاية الجزبية الارضية. وطبعا في اتجاه الحركة لانه بيتحرك من اعلى الى اسفل. فانا اعتبرت اتجاه الحركة منجب واتجاه السرعة منجب. وبالتالي هقدر اجيب بالسهولة جدا. عندك مليون طريق ابدا. مع معده الحركة الثالثية دي يلا على طول عشان نجيب منها ايه? هو عايز اخي ايه ايه وانا? ده هو عايز سرعة وصوله اللي هي? الفيف. مثل مكانش مين فممتين معده الحركة الاولى? يعني هقول لحظرك нравится. هو انت عندكاض تييب? لأ. هتتطر يجيب تييب من معدnej الحركة التانية ثم تعوض موارد الحركة الأولى. أو اشتغل موارد الحركة الثالثة على طول. تربية تربية زي اتنين جي دي او اتنين. يا رجل ده ده مجال خلاف. هو رمز الين. المسافة اللي هتحركها الجسم. يعني اعتبالها ماشي. انا موفق. ما عنديش مشكلة. يبقى تربية تربية اتنين تربية زي اتنين تربية عشرة في اتنين ونصف. طبعا اه كده يبقى الفي اف جزر في الكلام ده. اللي هتطلع سبعة وثلاثة من عشرة متر على الثانية. معلش انا عارف الوقت بير راب منا. بس بصراحة مستخسر المعلومة انها ما يجي لكش. قزي باتكون رأسيا لأعلى من نافذة. بس سرعة ايه يا مستر ده بقى? استنى بس. انا لسه ايه لك معلومة. ولكل سؤال بأكد المعلومة اللي بقولها. او بيعيدها هاتين. هو قزفت الى اسفل بسرعة اثنين متر على الثانية. اذا سرعتها الابتدائية. اثناء النزول. اثنين متر على الثانية. قزفت لأعلى. بسرعة اثنين متر على الثانية. اقول لك الحقيقة. هو ارتفعنا فيه زينا كام? اثنين ونصف. يا جماعة مش احنا قلنا. ان السرعة عند نفس المستوى. عند نفس المستوى. بتكون متساوية. طبعا. لان بعد ما تنطلق من ايدي. بعد ما تنطلق من القازف. هيفضل السرعة. المؤثر الوحيدة هو عية الجاذبية الرضية. طلعت. ورجعت لنفس المستوى. تبقى نفس السرعة. يعني طلعت لفوق. ورجعت. وصاد النافذة تاني. هتبقى سرعتها. وصاد النافذة. اثنين متر على الثانية. ولكن في اتجاه. عكس. يعني. الى اعلى كانت بالسالب. الى اثرة تبقى ايه? بالموجب. ازن هنا اولاد. لازم نبكز به. وهي هنا بنقول تكون سرعة الكرة. اثنين سقطها. وسرعة. المستوى لازم قزفة منهم. مساوية سرعة قزفة. ازن هنا. ما يتحكش علي. لان المسألة دي. انا عارف في ناس بتاخد خطوات فيها كتير قوي. انه هو يجيب الاول. السرعة. يجيب الى اعلى. ثم. يبدأ يحسب. مثلا. السرعة. عشان يجيب الارتفاع. وبعد كده يجمع الارتفاعين على بعض. انا شفت حد من الولاد يعمل كده. شفت ابني. بنتي. راح. حاسب. وطبعا خاصة هنا انا حطيت ارقام صغيرة. اللي غرض هو ايه? اني الرقم هنا يخوف. ويحسسك اني لو قعدت بقى تمشي بالخطوات دي. اني انت هجيب المسافة الى اعلى. وبعدين اجمعها الى المسافة الكلية بتاعت النفذة اللي هي ارتفاع النفذة. فهجيب المسافة الكلية للمغزوف من اعلى. من اعلى نقطة الى سطح الارض. وبعد كده اعوض تانية معادلة الحركة التانية. يا راجل. كل ده. الموضوع اوسط من كده. الموضوع اسهل من كده بكتير. ببساطة خالص. انا عندي هشتغل على نفس الارتفاع ونفس المستوى. عشان السرعة يتم متساويتين في المقدار عنده نفس المستوى. لكنها متضططين في الاتجاه. وانا هنا. يعني اعتبرنا ان الاتجاه في اتجاه الارض هو المجب. وعليه هو عاجلة الجاذبية الارضية مجببة. وبالتالي. سرعة الوصول طالما عند نفس المستوى كانت نفس المقدار. سرعة الوصول لسطح الارض هيكون نفس المقدار. يبقى سرعة الوصول لسطح الارض هي نفسها اللي هي سبعة وثلاثة من عشر. طيب. سريعا. معنا سؤالين بس ان شاء الله. سقفة مطرقة من عين اللي يقف على سطح مبنى عين. فاصلت يا سطح الارض بعد ثمان سوين. هنا للتأكيد بقى. سقطت. وصلت الى سطح الارض بعد ثمان سوين. قدرى اجيب سرعتها. لحصل الوصول الى سطح الارض طبعا من مستوى. احنا هنا عندي الفي اي. طبعا هنا سقطت. وليسها قذفة. سقطت. سقوط حر. يبقى الفي اي صفر. قذفة يبقى. حتى لو قذفة الاسف. يعني في مقدار للفي اي. وبالتالي. انا عندي طبعا عاجلة الجاذبية الارضية. وبالتالي اقدر اجيب اعوض في معادلة الحركة الاولى واجيب منها السرعة النهائية. اللي هتضع التمانين متر على السنين. طيب اوجد ارتفاع المبنى. بسيطة جدا جدا جدا. حضرتك عايز تجيبها من معادلة الحركة التانية ماشي. عايز تجيبها. اه من معادلة الحركة التالتة. اوكي. لانت المواطعات بتاعتك كلها. بقت متكتملة. ادي زي اتنين جي تي دي. اه يعني اه بس انا هنا ما عنديش في المواطعات الرئيسية. بس انت هايز تجيبها في المطلوب اللي فات. شباب حتى لو مسألة متعددة المطلوب. يعني حضرتك ممكن تستخدم احد المطلوب اللي فيها اه في الجزء التاني. وبالتالي هنا هتبقى دي بتساوي تلتمية عشرين متر على السنة. على تلتمية عشرين متر. نفس الا اه. انا عمل اعكد ايه يا شباب عمل اعكد ان هو لو اتحرك في اتجاه المترضين قذفة من اسفل الى اعلى ثم عند. الازاحة بتساوي كام? كانت الازاحة بتساوي صفر. طيب قلتلك ايه? قلتلك بالله عليك. اوه اتغلط. لما اسقط من اعلى الى اسفل. لما اسقط من اعلى الى اسفل يا جماعة. هو هنا بيتحرك في نفس الاتجاه. اذا في الحالة دي ازاحة تساوي المسافة في المقدار. الازاحة المسافة تساوي في المقدار. غير اللي هو فيها اتجاهات او تغير في الاتجاه. هنا المسافتين متساويين في المقدار ولكن الازاحتين متساويين في المقدار متوضدين في الاتجاه. طلع ونزل ازاحة صفر. والمسافة هي اتنين دين. نزل بس يبقى الازاحة تساوي المسافة. تاني الجسم تحرك اتجاه واحد. يبقى في الحالة دي المسافة بتساوي الازاحة اللي هي هتساوي ارتفاع المبنى اللي احنا جايبينه من شوية تلتمية وعشرين متر. معلش انا عارف انها افكار انا بحاول بصراحة افضل من الافكار التقليدية. هنا بقى قزفة جسم الاسم اللي علف عدل الارض بعد. فيزا علمت انا. عايز ايه? عايز البي اي. موضوع بسيط جدا بقى يا مستر. اصلي يا حضرتك هنا. عدى الى الارض. بعد ست ثوانية. هنا بقى عايز اؤكد لك الفكرة التانية. ان الزمن قياسي. طلع ونزل. يا مستر. يعني هنا مش فيه طرح للزمن. صح? لان الزمن زي المسافة الاثنين قياسية. باخدهم مقدار وليس ليهم التجاوة. بالتالي ما لهمش ايه? اشارة. عشان كده اشاريتهم دايما. تبقى مجابة. هقدر اجيب بالتالي هنا بسهولة خالص. جبت اللي هي السرعة اللي قزفت منها لثلاثة تاتين متر على السنة. طيب. الموضوع بقى انا اعد عنديها الموطوات بتاعتنا كاملة مستر وقدر اجيبها من معادلة الحركة التانية بالتعويض المبشر. ايه. افكار بسيطة اولاد. طيب. اخر اه مثال معانا باستخدام مفهوم الجاذبية. عاجة الجاذبية الارضية. اذا سقط الجسم ولا مس الارض بعد خمس سواني. من سقوطه. انا هنا عايز ا اكد ايه باه. عايز ا اكد المفهوم. حضرتك هنا. عاجة الجاذبية الارضية. قلنا انها تساوي تقريبا. او القمة متسطلة تاعتها حدية تسعة تانية من عشر متر. وبالتالي انا عايز اعمل الجدوى اللي قدامي ده. اهيان اهامل مستر. بص حبيب. تعال كده. بعد واحد ثانية. عند بداية الحركة. كانت سرعة الصف. طب بعد ثانية. سرعة تسعة ثمانية من عشر مستر. ما هي السرعة بيتزيد بمقدار كامل. تسعة وتمانية من عشر. لانه. آآ بيسقط من اعلى الاسر. طب بعد اتنين. الله صحيب. اتنين في تسعة ثمانية من عشر. حضرتك الموضوع بسيط. طب بعد ثلاثة. ها. يعني كل ثانية عمال يزيد ايه. تسعة وتمانية من عشرة متر لكل ايه ثانية. الموضوع آآ موضوع سقوط الخر هي انا عارف ان هي متعلق اكتر بمعادلات الحركة ولكن احنا مش مش عايزين نعد واحنا بنحل في سقوط الحر. نحلها لانها مسألة رياضية اكتر من ان يأفهم الظاهرة الفيزيائية اللي وراها اللي هي تحكم عاجلات الجاذبية الارضية. وفي نفس الوقت اتجاه السرعة. اتجاه الازاحة. تغير اتجاه السرعة. تغير اتجاه الازاحة. اثناء الصعود واثناء الهبوط. وعند الحركة في اتجاه واحدة اللي هي السقوط. بس لا يبقى اتجاه السرعة السابت. لانه هيتحرك اتجاه الارض. ايه? ده احنا معنا سؤال كمان. اي تمثيلات? او ده ده شباب للتأكيد بس الاخير كده على العلاقات البيانية. تمثل التغير في السرعة مقابل الزمن الجسم يسقط سقوط حر. يسقط السرعة التسببت. حلو. ما تبقاش. عارف لو دي و تي? لو دي و تي كنت اخترت العلاقة دي. لكن بين البي و تي السرعة صحيح بتزداد. ولكن بعجلة منتظمة. عجلة منتظمة يعني ايه مستر? يعني العلاقة بينهم يعني ما لهم يفضل ما لأيه? السابت. وبالتالي تبقى خط مستقيم. اني خط اللي بيمثل عجلة منتظمة؟ شايف اللي غدر؟ شايف اللون اغدر جميل. عند انعدم مقاومة الهواء للجسم الصغط. اي الاجسام يصل اولا? ده بقى تأكيد لفكرة. ها? يا جماعة الاجسام اللي هي تتحرك في الجاذبية الارضية. بينهم اللي هي مقاومة الهواء. الا اذا كانت مقاومة كبيرة فعلا تؤثر على قوة جهة. لان قد الجاذبية الارضية تبير. ليقوت الوزن. اما مش عجيب ولا ابقى اوليش. انا اقول ان هما يوصلوا في توقيت واحد. كده كل الجسد الاجسام بيتصلوا معا. الا اذا كانت اجسام صغيرة جدا يمكن للهواء مقومة. كده شباب يعني اتمنى ان انا اكون على قدر استطاعتي. افكار تزري الحصة. وتملى فكرنا وتتزبط تفكيرنا في السقوط الحر. ونكون فهمنا. وان شاء الله شباب اشتركوا بخير. مع خالص من الانيات القلبية. دكتور سامو محمد امام ادارة غرب الزازي. وان لكم تحدياتي بتحديات جميع الاخوة والزملائي العامين بالاضارة العامة التعليمي الالكتروني.